نتواجد الآن في منطقة تعتبر الأخطر في الشمال السوري جرجناز حيث من الممكن أن تسقط في أي لحظة قذيفة هنا أو صاروخ هناك الأمر الذي تسبب بتوقف الحياة فيها بشكل كامل توقفت المؤسسات توقفت تعليم نزح الأهالي باتت البلدة خاوية تماما اليوم جرجناز البالغ عدد سكان الأصل 23 ألف نسمي لم يبقى منها ألفين نسمي في بلد جرجناز يعني نحن أمام نزوح أكثر من 70% من أهالي البلد بالإضافة لجميع الضيوف الذين كانوا متواجدين في البلد لم يبقى منهم إلا العليل توزع هذا النزوح طبعا ليس بعيدا إنما في المدن والبلدات المحيطة في بلد جرجناز والقريبة التي لم ينالها الأصف بعد نتوجه بالخطاب إلى المنظمات الإنسانية والإغاثية من أجل التوجه إلى هذه المجالس ومؤذرتها في تضميد جراح المهجرين والنازحين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم تحت الأصف بالنسبة لجرجناز عدد الطلاب الموجودين في جرجناز للمقيمين أبناء البلد حوالي 4350 طالب أيضا يوجد حوالي 1500 طالب هم من أبناء النازحين المتواجدين في بلد جرجناز توقفت العملية التعليمية في جرجناز منذ حوالي 12 أو 13 يوم حتى الآن فقد تعرضت مدرستان في البلدة للقصف بصواريخ شديدة الانفجار وأدى إلى استشهاد حوالي 8 طلاب في البلدة هذا الأمر أدى إلى نزوح معظم أهالي البلدة ونزوح الكادر التعليمي الموجود في البلدة الذي يفوق عدده أكثر من 100 إستاذ حالها كحال العشرات من قرار في إدلب الجنوبي الشرقي باتت خاوية على عروشها بعد أن هجرها أهلها وضيوفها نتيجة كثافة القصف عليها هكذا تبدو بلدة جرجناز لا أحد في الشوارع المحلات مغلقة الأهالي باتوا بعيدا عنها وسط هذا البرد القارس محمد الفيصل أورينت نيوز بلدة جرجناز ريفو إدلب الشرقي